بسم الله الرحمن الرحيم ينوي الإنسان للصلاة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ولا بد أن يكون واقفا قبل أن يبدأ بالقراءة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون واقفا هناك شيء اسمه القيام وهو واجب في الصلاة الواجبة النافلة يجوز الإتيان بها من جلوس اختيارا لكن الفريضة الواجبة لا بد أن يؤتى بها من قيام مع الإمكان فإذا لم يتمكن ولو بالاستعانة بالغير ينتقل إلى الجلوس هذه مرحلة ثانية الجلوس بدل عن القيام والشروط التي تطلب في حالة القيام تطلب في حالة الجلوس مثلاً اشترطنا في القيام إقامة الصلب لا صلاة لمن لم يقم صلبه يكون يعدل ظهرة حال القيام الآن ما يقدر مفطر أن يصلي جالس يصلي جالس ويعدل ظهرة يعني هذا الشرط ما يسقط مو من يجلس يقعد بشكل منحني لازم يعدل ظهرة في القيام لا بد أن يكون مطمئن هو واقف يقرأ الحمد والسورة ليكون يتحرك يروح يمين شمال يتقدم يتأخر حتى لو واقف بمكانه هناك أناس كثر لما أفرضوا يكبر تكبيرة الإحرام يظل يتحرك يلبس الغترة مالته الشفية يحطها على رأسه أو عقالهم يحطها بعدين يقوم ينزل إرداناته هو قعد يقرأ الحمد والسورة وطلع ساعته من جيبه ولبسها وتليفونها مشاله ورماء المهم يخلص الحمد والسورة وهو مشغول لو يخلص أشغاله وإذا ما يخلص يلحق عليها بالركعة الثانية طول الوقت فعلا هذا الوضع موجود أو يكبر تكبيرة الإحرام وإيديه الظل رايحة رادة يعني ما يوقفها يخلي إيديه رايحة ورادة ما عنده حالة اطمئنان خلب الصلاة الطمئنين مطلوبة واجبة إما فتوى أو احتياطا وجوبية نفس هذا الكلام نقوله في الجلوس بدل القيام قاعد يقولها ما أقدر أوقف ما يخالف ما تقدر اجلس لكن أيضا تقيم صلبك تقعد عدل يعني غالبا الإنسان من يقعد شوية جسم يميل إذا ما ضبط روحه ينحني هذا يخل بصلاته يقيم صلبه وهو جالس ويكون مطمئن هذه المرحلة الثانية ما قدر يوقف يجلس ما قدر يجلس مريض طايح بالفراش نعوذ بالله المرحلة الثالثة يصلي نائما على يده اليمنى على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة هذه القبلة فرضه وراي يكون رأسه إلى هناك رجلاه إلى ذاك الجانب ووجهه أمام القبلة على يده اليمنى كهيئة وضع الميت في القبر الميت شلون يحطوه بالقبر هالشكل يحطوه إنه يمو على يده اليمنى ووجهه مستقبل للقبلة إذا استطع زين ما استطع لسبب ما وهذا يكون كثيرا ما في المستشفيات نعوذ بالله الشخص على السرير مثلا مسويلة عملية غيرها ما يقدر ينام على جانبه الأيمن هالمرة تنتقل القضية إلى الجانب الأيسر نفس الهيئة يعني كان رأسه في الصورة السابقة رأسه إلى اليمين ورجلاه إلى اليسار هالمرة تتغير رأسه يصير من ذاك الصوب ورجلاه إلى ذاك الطرف وأيضا يكون مستقبلا للقبلة ما قدر مضطجع مستلقيا هذا كيسموه اضطجاع اللي يكون على يده اليمنى على يده اليسرى ما استطاع يستلقي على قفاه زين شون يستلقي على قفاه تكون رجلاه إلى القبلة رأسه من ذاك الصوب ورجلاه أمام القبلة كهيئة المحتضر المحتضر مو قلنا يوجه إلى القبلة هكذا يوجه يعني شوفوا قضايا المتوفة مرت علينا تفصيلا قضايا الإنسان قبل موته قبيل موته إلى أن يوضع في قبره إلى ثلاث حالات المحتضر شلون ينيموا لازم هذه قلناها وخلي نقولها مرة ثانية وثالثة لأن كثيرا ما الناس ما تدير بال لهالقضية محتضر بالمستشفى يشوفون وضع سيء خليه على وضع مو على القبلة مع أن هذا لازم واجب الفقهاء إما على نحو الفتوى أو على نحو الاحتياط الوجوبي قايلين لابد من توجيه المحتضر إلى القبلة بعض الأشياء المستحبة يهتمون بيها مثلا التلقين التلقين زين لكن مو واجب مستحب يهتمون بيه ويشوفونهم واحد وأنت تعرف تلقين لو ما تعرف ويقرأ عليه تفاصيل زين خوش عمل لكن هذا هو مو واجب في حين التوجيه إلى القبلة لابد منه بالنسبة للمحتضر رجليت تصير على القبلة السرير خليف الرو مثلا ورجليت تكون إلى القبلة ورأسه إلى ذاك الطرف لما يتوفى ويريدون الصلاة عليه شلون يصلون عليه شلون يخلوا للميت على ظهره مستلقيا على ظهره رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يسار المصلي هذا وقت الصلاة بالقبل بالقبر يضجعونه على يده اليمنى مضطجع يضجعونه على يده اليمنى فصارت ثلاث أشكال وقت الاحتضار طريقة وقت الصلاة طريقة وقت الدفن طريقة ثالثة هذا الشخص الحي اللي ما يقدر يوقف يقعد يقول ما أقدر أقعد على جانبك الأيمن اضطجع على جانبك الأيمن ووجهك إلى القبلة كهيئة وضع الميت في قبره ما يقدر عند آلام مسويلة عملية أي مشكلة على يده اليسرى وجهه إلى القبلة مضطجعا على يده اليسرى ما أمكن مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة ورأسه إلى ذاك الطرف كهيئة المحتضر هذه خمس مراحل قيام قعود افطجاع على اليمين افطجاع على الشمال واستلقاء لا بد أن يفعلها يفعلها الإنسان أن يأتي بواحدة منها حسب قدرته على هذا الترتيب الجلوس في الصلاة يمكن بأي طريقة كانت وهذا الكلام ليس مختصا بالشخص المعذور كل واحد يعني إحنا الحمد لله الله عز وجل معطينا عافية قعد نصلي نقوم ونقعد فلما نجلس مثلا بين السجدتين أو بعد السجدتين أو أثناء التشهد شلون نجلس كيف نقعد أفضل طريقة أفضل طريقة للجلوس هي التورك التورك أنه الإنسان يخلي مقعده أليته على الأرض ويخرج رجليه من الخلف رجليه تكون طالعة أو جسمه صاير على الأرض هذه أفضل طريقة يعبر عنها بالتورك الطريقة الأسوأ ما أكو أفضل وأكو أسوأ الطريقة الأسوأ الإقعاء وهي أجل لكم الله جلسة الكلب الكلب من يبعد عنده طريقة معينة اللي يريد يعرفها يروح يشوف لأجل لكم الله كلب قاعد يشوف شلون قاعد فليسوا مثله هاي الطريقة الأسوأ وما بينهما متوسطات غالبا الناس الأغلبية الساحقة الماحقة لا يقعدون الجلسة السيئة ولا يقعدون الجلسة الحسنة أكو شغلة بالنص أغلب الناس من يصلون شلون يقعدون يقعد على رجليه يعني يحط رجليه تحته ويقعد عليهم هذه لا هي مكروهة لا هي مستحبة الحين هذه اللي قلنا المستحبة أو ديشة السيئة الإقعاء هذه اللي بالنص اللي غالبا يسووها هم مو مثل ديش مو أسوأها لكن هم ممكن تكون مو شي الرواية قال ما مضمونه أنك إن لم تتورك جلس بعضك على بعضك فعلا واجدانا واحد من يحط رجليه تحته ويقعد بعضه جلس على بعضه رجلاه بعضه وبقية جسمه بعضه الآخر جلس بعضه على بعضه هاي الجلس اللي غالب الناس تقعدها غالبان من يقعدون يقعدون جسمه يحطه على رجله ما فيها اشكال ما فيها اشكال لكنها ليست حسنة زين غير هذه لو فرضنا هالشكل رادي يقعد متربعا فيها مشكلة لا ما فيها مشكلة يجوز طبعا هذه القعدة هذه ما يسموها تربع احنا نسميها تربع التربع شغلة ثانية مثل هذه بزيادة ان يطلع وحده من الرجله يحطه فوق الرجل الثانية جلسة الجبابرة جلسة المتكبرين قبل ما تطلع القنفات والكراسي بعض المتجبرين هالشكل يقعد يقعد على القاع وشيل هذه رجله يحطه فوق ذيج الحين من طلعت الكراسي والقنفات يقعد عليها ويشير رجل يحطها على رجل ثانية فيها اشكال لا ما فيها اشكال ما فيها اشكال لكنها جلسة وتكبر مو مشكل ما علينا مذمومة عموما شيف بعد شغلة ثانية يدي مدرجلة قعد مثلا على الارض يدي مدرجلة يجوز يجوز كلها جائزة لكن الافضل التورك الحين هذا اللي يجلس بأية طريقة ما يقدر يوقف يقيم صلبة هذه نكررها مهمة يقيم صلبة مو اذا قعد يتورك ميل نفسه لازم يقيم صلبة ويكون مطمئن فهذه المراتب لابد من مراعاتها زين الآن مر علينا قيام متصل بالركوع قبله سمينا ركن قلنا هذا ركن مو الشكل قيامان نذكر الاخوان قيامان هما ركن القيام حالة كبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع الذي هو قبل الركوع قيامان او ثلاثة ممكن منسويهم ثلاثة ليست اركان واحد القيام حال القراءة اثنين القيام بعد الركوع بعد الركوع واجب وليس ركن والثالث القيام حال التسبيحات الاربع في الركع الثالث والرابعة هذا ايضا واجب لكنه ليس ركن اذن القيام المتصل بالركوع اللي بعده يأتي الركوع هذا ركن لو فرضنا ان الشخص يمكنه ان يركع جيد هو واقف يقدر يركع يركع فتحقق منه الركوع وتحقق منه القيام المتصل بالركوع احنا كلامنا الآن عن القيام كله بعدنا للركوع ما وصلنا لكن لوجود ارتباط بين المسألتين نقول هذا الكلام فاذا يقدر يركع يركع عن قيام وانحلت القضية لو فرضنا ما يقدر يركع ما يقدر لسبب ما عند ألم بظاهرة أنا مرة شفت شخص يعني هذه واحدة من النعم واحد يذكرها حتى يشكر الله عز وجل يشكثر الله عز وجل منعم علينا شفت شخص من السنين كان يمشي يمشي بره بشكل مستقيم أكثر من المعتاد يعني مدة كان يمشي بشكل مستقيم أبدا أي انحناء ما عنده ملفت بعدين قال له هذا عنده مشكلة بالظهر ظهر منكسر كذا فحطي له صيخ بظهره أصلا ما يقدر ينحني أكو صيخ حديدة بظهره إحنا شكتر الله عز وجل منعم علينا نقدر ننحني نقدر نقوم نقعد يكون الإنسان يقدر نعم الله سبحانه المهم الحين فرضنا مثل هذا الشخص يقول أنا ما أقدر أنحني أصلا شنو تكليفه الإيماء يومي برأسه لو فرضنا يقدر يجلس يقول أجلس وأركع من جلوس لو فرضنا نقول لا وأنت واقف وأنت واقف أومي للركوع لابد من ذلك نعم تربة مستحب يشيلها لا تربة فالركوع ما أكل حين نجي للسجود مسألة التربة الركوع وما في تربة في يومي لركوعه خلصنا أو ما نجي للسجود في ناس يقدر يركع ما يقدر يسجد قد نجد شخصا ما يقدر يركع يقدر يسجد قد أشكال الحين فرضنا شخص قرى الحمد والسورة وركع ووقف يقول أنا السجود ما أقدر أسجد شنو تكليفه تكليفه أيضا أيومي للسجود وإذا هم ما قدر يركع إيماء للركوع ويرفع رأسه ومرة ثانية يومي للسجود كل هذا وهو واقف السيد السيستاني قايل هذا الشخص اللي ما يقدر يسجد مخير بين أن يومي للسجود وهو واقف وبين أن يجلس على واحد منها الكراسي الأيام فيه كراسي في المساجد يقعد على الكرسي ويسجد يحط لتربة ويسجد عليها يصير يومي ويجوز له أن يجلس لأجل السجود فقط مو لأجل الركوع يجلس على الكرسي ويسجد عليه الحين إذا صار يومي للسجود هل يجب عليه أن يرفع التربة مثلا ويضعها على جبهته له مستحب يستحب رفع التربة ووضعها على الجبهة وإيماء الحين هذه قضية الإيماء هم فيها كلام بشن يومي يومي برأسه مو بعينه يحرك رأسه والأحوط أن يجعل إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع يعني يحني رقبته قليلا بنية الركوع يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يعدل الرقبة ثم يحنيها أكثر ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده مرتين طبعا يرفعها وينزلها إيماء السجود أكثر من إيماء الركوع يقدر هذا كل يسوي هو واقف مو لازم يحط له كرسي لكن قلت السيد السيستاني بالنسبة للسجود يقول مخير يصير يجوز له أن يومي وهو واقف ويجوز له أن يجلس على الكرسي ويسجد عليه وصلى الله على محمد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر